انا عندي مخلص ماشي معايا وضامن حياتي هو ضامني ها؟ ايه عايز life insurance او عايز المخلص انا مش ببيع life insurance انا انا بقدم لك مين بجد بشجعك وبشجع المشاهدين حولين العالم تعالى اليه وسلم ليه وحط حياتك هيضمن ليك هيخفر ليك خطايا مضيق ويعمل ايه كمان ويضمن كل الحاضر واللي جاي من يقول معايا امين شكرا لك يا رب لكن المسيح ايضا سيأتي قريبا ليخلصنا او يعني خلينا اقول ببساطة جاي يخلص المخلصين يلا عشان لو حد مش فهمه بالمرة يعني جاي يخلص الاي لا اقولها يخلص ايه يعني يخلص المخلصين يا عمي ما دي سهلة قوي اللي خدوا خلص من الدينون من خطياهم واذنبهم وفسادهم ها سيأتي قريبا لكي يخلصهم هيخلصنا من ايه هقرى ثلاث ايات معاكم احبا ينقرى في الاول تسالونيكي الاولى واحد تسعة وعشرة نمرة واحد يخلصنا ده جاي ده بس للمخلصين للمفديين للمخسولين بالدم عشان كده امشي رفع راسك وماشي في السكة مجتني يا مجتلتة انا مستني لإيه المخلص بص كده يقول لهم كيف راجعتم الى الله من الاوثان تحبوا تقروا معايا ولا تحبتوا طب يقروا كيف راجعتم الى الله من الاوثان لتخدموا او لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء المخلص دواتي حبايبي الذي اقامه من الاموات حلو الاسم دواته وقاب كلمة يسوع نقولها بسجود واحترام لان ده المخلص يسوع الذي ينقذنا من الغضب الاتي يا حبايبي في غضب جاي على العالم لان غضب الله معلن على ده ربنا انجاز التعبير ده وصلت عنده الهنة ده كتر خيره انه قاعد متحمل متحمل فساد الناس وتطولهم والشزوز والاباحية والعري والنجاسة والمسيحية الاسمية واللي عملت خبط فيه اليومين دولت داعد مستحمل انا كنت مستحمل ايه ولا ايه بصراحة يعني طيب ليه مش عايز يهدها ويخلصها عشان العروسة والكنيسة اللي فيها فهو ييجي قريب وياخد عروسته وكنيسته حبيبه وبعد ما ياخدها هيعمل ايه بعد كده هيعلن الغضب الاتي على العالم بس قبل ما ينزل الغضب يقول الكتاب يسوع الذي ينقذنا من الغضب الاتي طيب مش ممكن الكنيسة تعد في الضيقة بالمناسبة احباي قلناها مرات كتيرة قبل كده استحالة اخوة الاحباء الرب يخلي جسده موجود في العالم ويكب عليه الغضب والدينون اللي جاي يسوع الذي ينقذنا من الغضب الاتي عبرانين تسعة تمانية وعشرين الآية الاخيرة يقول لنا الآية في منتهى الروعة احبائي يقول لنا هكذا المسيح ايضا بعد ما قدم مرة لكي يحمل خطايا كسرين تقروا معايا سيظهر ثانية بلا خطيئة ها للخلاص